فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية معجزة مسلمون بسببها يا سبحان الله هذا وجه جميل من أجوه انظر إلى قوة هذه تصور إحساس هذا الشخص الذي يحلل ويبحث ثم يكتشف هذه الآية كمية الخشوع في قلبي ألا تقوده إلى الإسلام سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظروا والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى أحبة الكرام نتابع معكم حلقة جديدة مع أنزله بعلمه وربما يتساءل البعض لماذا اختار ضيفنا الكريم معد هذه الحلقات الجميلة هذا العنوان هذا العنوان أخذ من قوله تعالى قل الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا نرحب بداية معكم ضيفنا الدكتور عبدالدائم الكحيل مرحبا بكم ودكتور مرحبا بكم وأهلا وسهلا تشرف بكم جعل الله هذه الحلقات في ميزان حسناتك بإذن الله حسنات كل من يساهم في هذا العمل نعم نعم فريق العمل نرحب بهم في هذا اللقاء ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم دكتور نبدأ حلقتنا بسؤال أحيانا يكون شبهة نرد عليها وأحيانا يكون تحفيزا إيمانيا فسؤالنا اليوم هل مر بكم في قراءتكم في اطلاعكم أن هناك بعض العلماء هل هناك بعض العلماء من الغرب هداهم الله بسبب بعض الآيات أو الإعجازات في القرآن الكريم لعل بعض من يستمع لا يعرف هذا الكلام فنريد يعني أن نعرف من بحثكم واطلاعكم هذه المعلومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الكثير والكثير والكثير يهتدون كل يوم بسبب التوافق الكامل الذي يلمسه هذا المهتدي بين القرآن الكريم وبين حقائق العلم الحديث سبحان الله وبالتالي نجد أن الإسلام يدخل إلى قلوب هؤلاء وعقولهم معا طبيب فرنسي أشرف على تحليل جثة فرعون هو الطبيب موريس بوكاي وهو عضو الجراحين الفرنسيين الذين يعني كانوا متخصصين بالأمور الدقيقة سبحان الله صحاب مكان علميا نعم وعندما جاء جثة فرعون هو أول من كشف عنها جميل وقال سوف أنبئكم الآن بأسرار لأول مرة يعرفها رجل في تاريخ هذا الفرعون حجب وعندما بدأ التحليل وجد أن هناك كسور على عظام فرعون وبعض الأملاح العالقة قال هذا الرجل لابد أنه غارق ثم نجى بأعجوبة وتم تحنيطه بسرعة قبل أن تلتهمه الأسماك لأنه نزل إلى أعماق لأن الكسور ناتجة عن ضغط الماء الشديد سبحان الله وبالتالي فهذا السر أنا أكشفه وهو فرح وكان ضمن فريق البعثة المصرية رجل مسلم قال له يا دكتور سأهمس في أذنك أن هذا الكلام نحن نعرفه المسلمون قال مستحيل قال الله تعالى يقول لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله أكبر وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون جميل هذا الرجل صعق قال هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا وإن كان صحيحا هناك شيء ما فجاء ودرس اللغة العربية وأسلم وألف كتابا الكتب المقدسة الثلاثة على ضوء العلم الحديث وأثبت بلغة الطب الله أكبر ولغة الأرقام أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتناقض مع العلم أبدا الله أكبر بسبب آية كانت هدايته على يد والآية تقول والآية تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية معجزة يسلمون بسببها يا سبحان الله هذا وجه جميل من أجول ننظر إلى قوة الله أكبر تصور إحساس هذا الشخص الذي يحلل ويبحث ثم يكتشف هذه الآية كمية الخشوع في قلبه ألا تقوده إلى الإسلام الله أكبر آلاف الأمثلة طبعا جميل هناك أناس اهتدوا بسبب دقة كلمات القرآن في استعراضه لحقائق الكون جميل مثال على ذلك في عملية حاسوبية ضخمة جدا قال عنها العلماء أضخم عملية حاسوبية في التاريخ كله ما هي؟ اجتمع علماء من عدة دول أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا جميل وأمريكا وكندا وألمانيا الله أكبر في ألمانيا هناك باحث اسمه بول ميلر طرح سؤالا قال أنا أريد أن أعرف ما هو شكل الكون إذا نظرنا إليه من خارج الكون طلب عجيب كانوا يتوقعون شكل كروي شكل مجرات مبعثرة لأنك بعينك وبالمراصد الفلكية وحتى بالدراسات العلمية لا تستطيع أن تدرك شكل الكون بسبب الأبعاد الهائلة سبحان الله يعني تصور أنا لدي في الكون مئة مليار مجرة في كل مجرة مئة مليار نجم وهذا جزء من الكون هناك السحب الدخانية الله أكبر وهناك الكواكب والنيازك وهناك المادة المظلمة التي تشكل أكثر من 96% من الكون لا نراها الله أكبر الله أكبر وكل ما كشفه العلماء لا يتجاوز أقل من 1% وما أتيته من العيونين يعني هذه المئة مليار مجرة هي 1% من الكون شيء لا يتحملوا عقل هذا الكون نعم والله فقاموا احتاجوا إلى سوبر كومبيوتر وهو كومبيوتر عملاق نعم هذا الكمبيوتر فيه إمكانيات هائلة جدا في الحسابات فأدخلوا بيانات حول أكثر من 10 ملايين مجرة آه أدخلوا الداتا والبيانات بتاعتها نعم كل مجرة موقعها وإحداثياتها وسرعتها وحجمها ونوعها إلى آخره يعني آه أدخلوا معلومات عن البناء الكوني عن السحب الدخانية يدون كامل رسمي يعني وأدخلوا قوانين الفيزياء لأن القوانين يجب هي التي أن تضع كل شيء في مكانه نعم وأدخلوا ما توصروا إليه من اكتشافات علمية جميل ورسم لهم هذا الكمبيوتر صورة لتوزع المجرات سبحان الله أسموها مباشرة كوسميك ويب النسيج الكوني على الفور تسميه علمي وقالوا نحن أمام نسيج ولسنا أمام شكل عادي يمكن أن نرى إذا أحببت هذا النسيج موجودة هذه الصورة نعم معروفة في هذه الصورة التي سننظرها من معهد ماكس بلانك الألماني جميل الذي هو قام بمعالجة هذه المعطيات ورسم هذه الصور رائعة انظر سبحان الله هذه خيوط لا أحد يشك بأنها نسيج كل نقطة مضيئة هي تجمع للمجرات أنت المجرات لا ترى هنا نعم النقطة هذه المضيئة هنا مثلا فيها ثلاثين مجرة مثلا الله أكبر يعني المجرة لا ترى بهذا الشكل تصور كل خيط يقولون ينتهي بعقدة يعني تصطف المجرات على خيوط طويلة ودقيقة وتنتهي بعقد هي النقاط المضيئة هذه التي تراها هو أكبر النقاط المضيئة هي تجمع للمجرات أشبه بالطرق حتى إن هذا الباحث الألماني بول ميلر قال إننا أمام مدينة كأننا أمام مدينة سريعة تجري المجرات بسرعة وتقف عند عقد وتشكل نسيجا محبوكا بإحكام كيف لا تصطدم هذه المليارات ولا يحدث أي خلل بسبب قوة القوانين الكونية لأن القوانين الكون صارمة لا يوجد شذوذ ولا مليمتر عن مسار المجر المرسوم ليست القوة فيها في قوة من أحكمها قوة من أحكمها هذا شيء يدخل على القلوب برقبة سبحان الله نعم فأحتاج هذا الباحث لأبحاث كثيرة ليصف هذا النسيج وليخرج بنتيجة أن هذا النسيج أولا هو نسيج قوي جدا صفات النسيج جميل وأنه بالإضافة إلى أنه قوي ومحكم متعدد يعني ليس مستويا بل هناك طبقات وخيوط يعني شبكة ثلاثية الأبعاد الله أكبر نعم الصفة الثالثة أنه يتميز بميزة الطرق التي تجري فيها هذه المجرات سبحان الله العليل قدير طيب هذه الصفات الثلاثة أضاف إليها باحث آخر صفة رابعة هي قوة الجاذبية الهائلة التي تمسك هذا النسيج الله تعالى قال والسماء ذات الحبك في تفسير القرطبي فسرها على عدة أوجه أولا قال الحبك معناها النسيج والنسيج المجاد المحكم وليس النسيج العادي سبحان الله كما وصل نعم نعم الوجه الثاني السماء ذات الحبك ذات الطرائق الطرق الله أكبر يعني شيء وكلامه في السرين من مئات وعشرات مئات سرين الإنسان يقف يعني أمان والوجه الثالث أنها ذات الخلق الحسن المستوي والوجه الرابع ذات الشدة والقوة هذه الألفاظ في التفسيرات في تفسير القرطبي من أحب أن يرجع إليه لا إله إلا الله كيف يأتي هذا التفسير قبل أكثر من 1300 سنة أو قبل أكثر من طبعا هو من 1400 سنة موجود لأنه مأثور عن التابعين والصحابة والصحابة نعم يأتي كما نراه اليوم في القرن الحادي والعشرين الله أكبر هذه إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على صدق هذا القرآن لكل علوم الأرض مهما بلغت ذكرني هذا المشهد منذ يومين دكتور وعزائي المشاهدين يعني رأيت فيديو يطلقوه على مواقع التواصل داخل عليه بالملايين يضعون فيه كيف القطارات تسير في اليابان فيضعون القطار يسير ثم يأتي المجرى بتاع القطار بعد ثواني معدودة يضم إلى مجرى آخر ليأتي القطار آخر يأخذ مجرى وهكذا تتحرك القطبان كل بضع ثواني وتسير عليها القطارات بانتظام وملايين يدخلون على هذا المشهد متعقبين فما بالون بهذا المشهد ما مقارنت هذا النسيج لمجرات لا قطارات تسير وتتحرك بقدرة من لا يغفل ولا ينام حبة الكرام لا تعليق إلا أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله صدق الله العظيم أنزله بعلمه أهلا ومرحبا بكم من جديد ومع استكمال رحلاتنا وليست رحلة واحدة الإيمانية مع الأجاز العلمي في القرآن الكريم نرحب بك دكتور بالمرة الثانية أهلا وسلم ويعني معك الكلمة التي تسعد بها قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى إن شاء الله الحقيقة هذه الاكتشافات الكونية كما قلنا تكون سببا في هداية كثير لماذا؟ لأن القرآن يأتي ليس مطابقا للعلم بل متفوقا عليه لماذا؟ أنت اليوم في أي لغة من لغات العالم لا تستطيع أن تعبر عن حقيقة النسيج الكوني بكلمة واحدة يستحيل متجيش أبر ولذلك قال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة الله أكبر كلمة لها أربعة معاني يستخدمها الله تعالى ويضعها في الموقع الصحيح سبحان الله وهنا القسم ليس عبثا سبحان الله هذا القسم وجه أصلا في القرآن إلى المشكتين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إيه الرابط بقى بين الآية وبين التسئة قسم المختلف في اللغة المضطرب المتناقض هذا معناه الدقيق يا سلام وبالتالي أيها الملحد أنت ترى هذا الكون بهذا النسيج المحبوك الله أكبر وتسمع الآن كلام الله تعالى يحدثك عنه نعم ثم تنكر وجود الله هذا هو إنكم لفي قول مختلف كأنه يريد أن يقول إن الكون محبك منظم معترف بقدرتي على التسئة أما أنت فمختلف الكون الذي لا يعقل غير مختلف على وحدانية الله أما أنتم أيها المنكرون مختلف قول مختلف سبحان الله عجيب بالرحط ده دكتور نعم كذلك كلمة الحبك هي كلمة جمع ليست مفرد سبحان الله هي جمع لكلمة حبيكة الله المعلومة نعم والبحث العلمي يقول إنه نسيج متعدد جمع يا الله حتى على مستوى صياغة الكلمة الله أمنت بالله نتصور ثلاث حروف حبكة حبك إذا أحببت أن نرى بعض التوثيق العلمي لترى كيف يتحدث علماء الغرب وكأنهم قرأوا القرآن نفس الألفاظ يأتون بها ونفس الكلمات ونفس الكلام يقولونها ولكن الكلمة القرآنية تجدها في أبحاثهم يشرحونها عبر يعني مراجع وكتب مراجع ومئات الكلمات نعم إذن نحن أمام نسيج العلماء كشفوا هذا النسيج هنا يعني سوف نرى بحثا لجامعة كورنل 2017 يسمونه نسيج الكون نسيج الكون المحبوك انظر يعني انظر ووفن ووفن ويف ويف في اللغة الإنجليزية أصلا معناها حبكة سبحان الله وعندما قاموا بأبحاث أخرى مثل هذا البحث مثلا عن الخلفية الإشعاعية للكون وجدوا أن هذا النسيج هو الذي يمسك الكون يمسك المجرات بعضها ببعض سبحان الله هولد يمسك سبحان الله انظر وبالتالي فإن مثل هذه الأبحاث التي نراها أمامنا يعني هذا بحث آخر مثلا يقول لك شبكة من المادة المظلمة أيضا يمكن رؤيتها في هذا الكون الخفي حتى المادة التي لا تراها محبوكة حبكا المادة المظلمة التي تشكل هي والطاقة المظلمة استوسع من لأمن الكون حبكت أيضا مثل نسيج محكم وبالتالي فإن القرآن عندما قال لك والسماء ذات الحبك انظر هذه الخيوط النسيج كلها من جرات هذه سبحان الله عندما قال لك والسماء ذات الحبك إنما أخبرك عن حقيقة كونية يقينية تراها أنت وحقيقة لا تراها أيضا الله أكبر وهي المادة المظلمة والتي اكتشفت حديثا وتبين أنها تتبع نفس تركيب هذا النسيج الكون وهذا مصدق قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سبحان الله عجيب إذن يعني أنا حقيقة كإنسان منصف أسمع كلمات الله سبحانه وتعالى وأسمع أن الله عبر عن هذا النسيج الذي نراه والذي لا نراه بنفس الكلمة واستخدم كلمة ذات ذات يعني ذات الخصائص سبحان الله وهذه الخاصة من أهم خصائص السماء اليوم الله أكبر الله أكبر من يستطيع أن يعبر بهذه الكلمات وهذه الحروف القليلة عن كل هذا الكم من الحقائق الكونية ولا زال هناك المزيد سيكتشفه العلم الله أكبر إلا أن يكون إلها واحدا لهذا الكون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين لآياته ومن العاقلين اللهم أمين الوحي هل معطرا بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة